الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة مبادة القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان إثراءات القسم الأول منه وهي مراجعة لما تم دراسته خلال هذا الفصل وقبل الشروع في الدرس نود أن نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالبة في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن توضح المقصود بالحق وأيضا تبين عناصر الحق وكذلك توضح استعمالات الحق في سنة النبي السلام وأيضا توضح استعمالات الحق في القرآن الكريم وهذه هي أهداف درسنا لهذا اليوم وأولى هذه الأفكار الرئيسية في الإثراءات هو ما هو مفهوم الحق ما هو مفهوم الحق فمن يذكرنا بالإجابة على هذا السؤال ما هو مفهوم الحق ما المقصد بالحق أحسنتم بأن نقول لكلمة الحق كثير من المعاني في معاجم اللغة العربية بماذا يطلق؟ يطلق حيث يطلق الحق على المال وأيضا يطلق على الملك ويطلق على الموجود الثابت ويقال حق الأمر أي وجب ووقع بلا شك وحق الله الأمر حقا أي أثبته وأوجبه فإذن هذا هو المراد بالحق في اللغة ولا شك أن الحق هو نقيض ماذا؟ نقيض الباطل الحق هو نقيضه نقيض الباطل وأصل الحق هو المطابقة والموافقة فإذن الحق هو المطابقة والموافقة في اللغة بماذا يطلق؟ يطلق على عدة إطلاقات قلنا ذكرنا قبل قليل أنه المال وكذلك الملك والموجود الثابت يطلق الحق كذلك على ماذا؟ على الصحة والثبوت والصدق فقوله حق أي قوله صدق قوله حق أي قوله صدق وتدل أيضا على الثبوت وكذلك يدل على الصحة أي هذا الحق مصدر الفعل حق وجمعه حقوق وحقاق كل هذه من الفاظ الجمع كما أنه اسم من أسماء الله الحسنة لقول الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق والحق موجود ضمن ما يحكمه الدين والشريعة الإسلامية وهو ما يقره القانون للأشخاص سواء أكان حكم القانون بتكليف مالي أم غير مالي أم سلطة إذن نلاحظ أن هذا الحق مقصود به أنه يقره القانون لهؤلاء الأشخاص أن لهم حق هذا الحق ربما يكون من الأمور الأموال أو أمور غير الأموال أو يكون من السلطة جانب السلطة فإذن نلاحظ أن الحق له عدة إطلاقات في اللغة وهو نقيض ماذا؟ نقيض الباطل نقيض الباطل ويطلق الحق على الثبوت وكذلك الصحة وكذلك الصدق والله عز وجل ذكر في كتابه بقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق فإذن له عدة إطلاقات يطلق على المال وكذلك الملك والموجود الثابت وذكرنا أنه نقيض الباطل وذكرنا أنه يطلق على عدة إطلاقات وهي الصحة وكذلك الثبوت وأيضا الصدق وذكرنا أنه يقره القانون لهؤلاء الأشخاص أن لهم حق هذا الحق ربما يكون من جانب الأموال أو غير الأموال أو من السلطة أيضا مما نذكره في جانب الحق أن مقصوده لما ذكرنا أن المقصود في اللغة أنه يطلق على عدة إطلاقات منها الصحة والثبوت وذكرنا أن له عدة إطلاقات ولقول الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق الآن نبين ما المقصود بالحق في الاصطلاح يقصد به اختصاص يخول صاحبه ماذا؟ الاستئثار والتسلط ويقره القانون ويحميه ويوجب على الغير احترامه هنا نلاحظ أن هذا التعريف يتناول ثلاث عناصر هذه العناصر لا بد أن تتوفر في هذا الحق فإذا لم توجد هذه العناصر فلا يمكن أن يكون للإنسان له حق في هذا الجانب أول هذه العناصر وهو الاستئثار فهو يستأثر به بأن له الحق يستحوذ عليه يستحوذ على هذا الحق ويستأثر به هذا الحق لما استأثر به واستحوذه لنفسه ذكرنا أو الجانب الآخر وهو العنصر الآخر وهو له السلطة عليه وهو جانب التسلط بمعنى أن له سلطة على هذا الحق بأن يستعمله أو ربما إذا كان مما يباع أو يؤجر أو غير ذلك فإنه له كذلك له ذلك يبن يفعل به ما يشاء ووفق الأنظمة المرعية في هذا الأمر الثالث هو من عناصر الحق أن القانون يقره بل يحمي صاحب الحق إذن لابد أن يتوفر في هذا التعريف هذه العناصر الثلاثة ما هي؟ أولا نقول الاستئثار ثانيا نقول التسلط ثالثا أنه يقره القانون ويحميه ويحمي هذا الحق الذي لصاحبه والقانون لا يحمي إلا من كان قد أخذ الحق بطريق صحيح فلو أخذ الحق بطريق غير صحيح مثل أن يكون قد اغتصب هذا المال أو قد سرق هذا المال أو غير ذلك أو أخذه بطريق غير مشروع فإن القانون لا يقره ولا يحمي على هذا الحق فإذن هذه العناصر الثلاث هي مفهوم الحق اختصاص يخول صاحبه أنه بماذا؟ ماذا يصنع؟ استئثار بمعنى يستحوذ وأيضا التسلط وذكرنا المقصود بالتسلط هو له الحق بأن يستعمله فيما يشاء سواء من بيع أو إهداء أو إيجار أو غير ذلك إذا كان في جانب الأموال ويقره القانون ويحميه ويجب على الغير ماذا؟ احترامه هنا نذكر عناصر الحق عناصر الحق للحق عناصر ووضحنا قبل قليل من خلال التعريف أن هذه العناصر هي ثلاث ما هي؟ أولا الاستئثار ثانيا التسلط ثالثا أنه يقره القانون ويحميه هذه العناصر الثلاثة سنتناولها الآن بالتفصيل كما وضحنا في الدروس السابقة أولا نقول أنه في ضوء التعريف السابق يمكن استقلاص ثلاث عناصر تحدد ما هي الحق أي مقصود بالما هي هي ما المقصود بالحق ما المقصود بالحق أي ما تعريف الحق هذا هو المقصود بكلمة ما هي والحدود التي تميزه هناك حدود تميز هذا الحق ما هي العناصر الثلاثة؟ أولا الاستئثار أولا الاستئثار ثانيا ما هو؟ ثانيا التسلط ثالثا ما هو؟ ثالثا إقرار القانون إقرار القانون بمعنى أن القانون لما يقره على هذا الحق بمعنى أنه يحميه يحميه فيحمي صاحبه ويحمي هذا الحق ويحمي هذا الحق فإذن هذه أخذناها هذه العناصر من أين؟ أخذناها من خلال ما عرفنا من مفهوم الحق أن له ثلاث عناصر العنصر الأول وهو الاستئثار وأيضا التسلط وثالثا وهو إقرار القانون الآن سنبين ما المقصود بالاستئثار قبل قليل بينا أن مرادفها هو الاستحواذ وهو اختصاص شخص بمفرده بمال معين هو يستفرد بهذا المال أن له هذا المال ويختص به بمفرده أو قيمة معينة أو قيمة معينة فلا يلزم أن يكون من جهن بالأموال فيستأثر وحده بهذا المال أو القيمة سواء أكان استئثارا مباشرا له له لهذا الحق أو يخول صاحب الحق الحصول على المنفع دون تدخل شخص آخر مثل الحق في ملكية منزل أو يكون غير مباشر يخول صاحب الحق الحصول على المنفع بتدخل شخص آخر مثل حق الدائن في مطالبة المدين بسداد الدين فهذا حق غير مباشر هذا حق غير مباشر أن يطالب حق الدائن في مطالبة المدين بسداد الدين فإنه لا يأخذه عن طريق مباشر وإنما يطالب هذا المدين الدائن يطالب المدين بأن يقول له أعطني المال الذي قد أقرثتك إياه فإذن هذا هو بطريق غير مباشر أولا نقول أن هنا هذا العنصر الأول وهو الاستئثار بأن يستفرد هذا الشخص بمال معين أو بمنفعة أو قيمة معينة فيستأثر بهذا المال أو هذه القيمة سواء كان هذا الاستئثار مباشرا والمعنى مباشر له سيارة تملكها بحر ماله فإن له أن يستعملها بما يشاء من استعماله بأن ينتقل إلى أي مكان أو ربما أنه يبيعها أو يؤجرها أو غير ذلك فإذن هذا هو استئثار مباشر أما غير المباشر يكون مثل حق الدين في مطالبة المدين بسداد الدين وقد وضحنا قبل قليل المقصود به إذن هذا هو العنصر الأول وهو الاستئثار وهو الاستئثار ووضحنا ما المقصود به العنصر الثاني ما هو؟ العنصر الثاني هو التسلط هو التسلط ماذا يقصد بالتسلط؟ ماذا يقصد بالتسلط؟ يقصد بالتسلط هي يقصد به السلطة التي تكون لصاحب الحق على الشيء محل الحق يعني بمعنى محل الحق هذا وهو المنزل أو السيارة أو غير ذلك من الأشياء التي ينتفع بها له الحق بأن يكون له سلطة على محل الحق ما هي هذه السلطة؟ السلطة بأنه بموجبها تكون له القدر على التصرف فيه بكافة الأوجه له أن يتصرف بكافة الأوجه أو بعضها وأوجه التصرف هي التصرف في الأموال مثل نقل ملكية منزل بالبيع ربما يقول أنا أريد أن أبيع بيتي فإن له الحق في هذا فهو له سلطة على هذا المنزل ما دام أنه في ملكه أيضا استغلاله وذلك يكون بتأجيره أو ربما يستعمله مثل سكن مالك المنزل فيه فإن هذا يعد داخل في أوجه استعمال هذه السلطة فإذا التسلط هو له سلطة على هذا محل الحق ولنقل مثلا على منزل يتملكه فإن له أن يبيعه وله أن يؤجره وله أن يهديه وله أن يستعمله بأن يسكن فيه فإذن هذه داخلة في جانب العنصر الثاني وهو التسلط والمعنى أي له سلطة على هذا على محل الحق إذن هذا هو العنصر الثاني هذا هو العنصر الثاني العنصر الثالث ما المقصود به؟ يقصد به إقرار القانون إقرار القانون للحق يعني اعترافه به فإن أهل القانون يعترفون أو يقر القانون للحق يعترف به يعترف أن لهذا الشخص له أنه صاحب هذا المنزل ويحمون صاحب هذا الحق وينتج عن ذلك أمران هما أولا احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل فراد المجتمع الغير بعدم التعرض أو منازعة صاحب الحق فلا ينازعونه لماذا؟ لأنه هو صاحب الحق لأنهم يعرفون أن عنده صك لملكية هذا المنزل أو ورقة مبايعة لهذه السيارة أو قد تملكها عن طريق النظام مما يدل على أن له حق فنلاحظ أنه ما دام أنه تملكه بطريق مشروع فإن القانون يقره ويحميه إذن مما ينتج عن إقرار القانون احترام الغير لصاحب هذا الحق أنه الغير يحترمه يحترمونه لأجل أنه قد أخذه بطريق مشروع فلا يتعرضون له أو ينازعونه في هذا الحق فلا ينازع في هذا الاستئثار وأيضا حق التسلط الذين يعترف بهم القانون سواء كان الغير شخصا معينا أم أشخاص غير معينين فإذن هذا مما ينتج عن إقرار القانون أولا احترام الغير لصاحب هذا الحق الأمر الآخر وهو مما يقره القانون وينتج عنه أن القانون يحميه أو الحماية القانونية ما المقصد بها؟ يقصد بها أن يكفل القانون توفير الحماية للحقوق الخاصة بالأشخاص فإن القانون يكفل له هذا الحق ويحميه من الأشخاص وذلك عن طريق الاعتراف بمشروعية الحق وبمشروعية العلاقة بين الحق ومالكه فيقال هذا الحق وهو المنزل له صاحب فلا يجوز أن نتعدى عليه لأنه قد تملكه بطريق مشروع ووسيلة القانون في توفير الحماية تتمثل في ماذا؟ في إقامة الدعوة ابتداء أمام الجهات القضائية في مواجهة من يتعرض أو يتعدى على حقوق صاحب الحق أو دفع صاحب الحق أمام الجهات القضائية باستئثاره وتسلط على الحق وحده في حال نازعه في ذلك أشخاص آخرون فلو حصل أن هناك خلاف بين صاحب هذا الحق ولنقل منزل يتملكه شخص اسمه محمد هذا محمد قد تملك هذا البيت بطريق مشروع فعند تملكي لهذا الحق جاء الشخص ونزعه على هذا الحق واسمه خالد فقال خالد أنا أنا صاحب الحق أنا قد تملكت هذا البيت ووجده قد دخل بيته ودخل فيه وراد أن يجلس فيه فمحمد وهو صاحب الحق في الحقيقة يستطيع أنه يذهب إلى الجهات القضائية لأجل أن يحمونه من هذا الشخص وهو خالد لماذا؟ لأنه صاحب الحق الحقيقي هو محمد وليس خالد فخالد يعتبر يكون ظالما في تعديه على هذا الشخص فهنا القانون يحمي أصحاب هؤلاء الحقوق يحمونهم فيستطيع أنه يتقدم إلى الجهات القضائية بما يثبت أنه هو صاحب الحق لهذا المنزل فمثلا ربما يكون عنده إثبات صك الملكية لهذا المنزل فيستطيع بذلك أن يدفع هذا الشخص فلا يستطيع أن ينازعه على هذا الحق فهذا هو المقصود بإقرار القانون وحمايته لهؤلاء الأشخاص ما معنى الحق في القرآن الكريم؟ يقصد به قد استعمل الحق في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبعاني مختلفة عن نحو الآتي أولا يأتي مصطلح الحق باعتباره اسما من أسماء الله الحسنى كما في قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق أيضا استعمل القرآن الكريم مصطلح الحق في إشارة إلى الرسالات السماوية وما أنزل على الرسل للأنبياء كقوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجهيم والشاهد في ذلك في قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق هذا فيه إشارة إلى الرسالات السماوية وما أنزل على الرسل والأنبياء أيضا يأتي استعمال مصطلح الحق إشارة إلى حكم الله تعالى في عباده كما في قوله تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستاجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين فهنا مصطلح الحق يأتي إشارة إلى حكم الله تعالى في عباده لما قال الله إن الحكم إلا لله يقص الحق يقص الحق فهذا إشارة إلى حكم الله تعالى في عباده أيضا من الاستعمالات تشير بعض الاستعمالات إلى أن مصطلح الحق يأتي بمعنى الدين الثابت في ذمة المدين فالدين بهذه الصفات يجتمع على خصائص الحق ومن ثم أطلق القرآن عليه اسم الحق تنبيها على ضرورة قضائه يقول الله عز وجل فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له فليملل وليه بالعدل إذن فليكتب وليملل الذي عليه الحق هذا هو الشاهد أخيرا تشير استعمالات مصطلح الحق أنه يأتي بمعنى حق الله تعالى على عباده وهذا ما إشارت إليه الكثير من النصوص ومنها قول الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه هذا هو الشاهد والمسكين هو ابن السبيل وقول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم فإذن أتى بمعنى حق الله تعالى على عباده أما في السنة النبوية فأتى أيضا على عدة استعمالات ومنها استعمل مصطلح الحق باعتبار كناية عن الوحي الإلهي وهذا دليل على مدى التعظيم لكلمة الحق فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أن يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهلي ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه ماذا؟ جاءه الحق هذا كناعا الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال يقرأ قال ما أنا بقارق فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد فإذن هذا معنى الحق وما ورد فيه في السنة النبوية كذلك مما ورد يستعمل مستلحق بمعنى الدين الصحيح مثل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحي بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا الحبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل أي بمعنى ألسنا على الدين الصحيح فقال بلى فقال ليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار قال بلى فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا أن نرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولي يضيعني الله أبدا أيضا مما جاء في مصطلح السنة النبوية في مصطلح الحق بمعنى الحق يأتي مصطلح الحق بمعنى الصدق الواقع الثابت فعن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجت فقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك حق وقولك حق ورقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق فلاحظ معي هذه الكلمة كلمة أنت الحق ووعدك حق وقولك حق إلى آخر ما ورد في هذا الحديث فمعناه الصدق الواقع الثابت فإنه سيقع اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما آلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله لنت أو لا إله غيرك أيضا مما جاء في السنبوية استعمل المستلحق بمعنى الواجبات المدنية على الأفراد تجاه المجتمع والحكومة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثره أمورا تنكرونها فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم فهذا بمعنى الواجبات المدنية على الأفراد تجاه المجتمع والحكومة هنا مصطلحة الوحدة ما هي الحق وعناصر الحق وقد وضحناها قبل قريب وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويلهمنا رشدنا ونوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر